خليلي أسألك الأول أنت بتضعف قدام السكريات ولا لا؟ السكريات إدمان زيها زي أي حاجة تانية ممكن تبقى إدمان فأنت لو وديت نفسك المساحة دي فطبيعي أنك لازم هتضعف لو بصينا لكل التعليقات اللي شفناها الناس كلها عارفة مخاطر السكريات ومع زيك بتتكلم عنها بمنتهى الحب ومنتهى النهم هي دي مشكلة السكريات هي دي الفكرة اللي ممكن إزاي الناس تخرج من عنق الزجاجة ده هي ده اللي احنا عايزين نوصله للناس أنه فيه فرصة أنك تقدر تخرج من السكر ومشاكل السكر القصة مش كلها أنك توصل تبقى مريض سكر لا فيه أمراض كتيرة جدا مرتبطة بالسكر لأن الناس بييجي هو أنا باكل حالوات كتير فيروح يعمل تحليل سكر عشوائي مثلا ويلاقي نفسه كويس فيرجع يستمر في نفس المشكلة لا السيدات ممكن توصل سيداتي يبقى عندها تكايز مبايد ممكن توصل يبقى مقاومة إنسولين الكبد الدهني حاجات كتير قوي أنت ممكن ما تشوفهاش في الأول والمشاكل الصحية ممكن ما تظهرش على السطح أعراضها بس سببها أكل السكريات بصورة شرسة تغير المزاج مرتبط بالسكريات يعني أنت الشخص اللي بتلاقي مزاجه متقلب دايما هتلاقي علاقته بالسكريات علاقة قوية جدا الحاجات دي كلها ممكن ما بتسبب لكش حاجة كبيرة مثلا زي مريض السكر من النوع التاني بس تبقى مشكلة تكايز المبايد بيبقى سبب إن السيدة ما تبقاش حامل بيحصل لخبطة في الهرمونات وبالتبعية مشاكل في البشرة ومشاكل في الشعر وحاجات كتيرة جدا الكابد الدهني تطورات فشل الكابد أو مشاكل الكابد ممكن تبتلي من كابد دهني فالتطورات دي زي ما قلت لك سببها في الأول السكر انت بتبقى عارف هي ناس بتبقى معتقدة أن السكر ده معلقة السكر بتحط في كباية الشاي أو 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 لا فيه تفاصيل كتيرة جدا بس معلقة حتى بتجيب التانية في التالتة وبشرب كم كباية شاي على مدارك ما هي الفكرة كلها؟ هرمونات السعادة وانسورين هرمونات السعادة مرتبطة فعلا بالسكريات بس على نفس الخط هرمونات السعادة مرتبطة بالرياضة صحيح هرمونات السعادة مرتبطة بالأكل الصحي نفس الفكرة بس هرمونات السعادة اللي بتيجي من السكريات بتبقى نشوة عالية جدا وارتفاع الانسورين انت بتوصل معها مثلا لو هنقسمه درجات انت وصلتilläليفل 5 الليفل خمسة معاملته الإنسولين هيفضل دايماً بيطلب منك أنه يوصل لليفل خمسة وبالتالي لو وكلت المعلاقة السكر اللي هي توصله الواحد لا أنا عايزة أوصل لخمسة فهتفضل تاكل لغاية ما توصل لخمسة تحس بنشوة تحس أنك مبسوط ينزل السكر للزير وأنا عايزة أرجع أخذ لخمسة فترجع تاني لتاكل سكر وهكذا وهكذا وبالتالي بيحصل زيادة الوزن وبيحصل مشاكل